بعد يومين من الاكتشاف التباري والمتعة التي عاشها المشاركون في منافسات Oriental Legends Pro-Am الذي تحتضنه السعيدية الكلمة الحسم عادت للفريق المتكون من دافيد أن فرانسواز إيغون بيرنار، كابيل توماس وفيك جون داميان أما نتائج البروت فقد كانت لصالح جليل بن نيس، هشام البردعي، لورون بلون وكوبين غيشار انتهت منافسات Oriental Legends وتوج الفائزون في نسختها الحدية عشر لكن اليوم كان الموعد مع تتويج آخر هذه المرة في العمل الإنساني الوجهة كانت مدينة وجدة حيث يوجد مركز الصفاء للأطفال في وضعية إعاقة وبابتسامة الطفولة استقبل المشاركين في دوري Oriental Legends وكعادتها جمعية نور وفية لرسالتها ودورها في العمل الاجتماعي كما تعرفوا في دوري Oriental Legends كما قدتكم أشيغي دوري على الجولف دوري Oriental Legends الذي تحتضنه سعيدية من الثامن إلى الثاني عشر ميال جاري يقدم برنامجا حافلا بالأنشطة ضمنها زيارة إلى ثانوية عمر بن عبد العزيزة لإجراء لقاء تبادل فيه خبراء وفاعلون ورياضيون الآراء والتجارب حول مشروع الرياضة والدراسة إسهام آخر من Oriental Legends وجمعية نور في دعم الرياضة دون إخفال التمدرس أمران لا يستقيم أحدهما دون الآخر